شارك سعادة سيد أيمن من توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة في فعالية يوم مع قائد بحضور مشاركي مشروع لامع والذي أقيم في منطقة خليج البحرين في المنامة وتعتبر الفعالية واحدة من سلسلة فعاليات يوم مع قائد نعم هذا وتأتي الفعالية بتنظيم من وزارة شؤون الشباب والرياضة ويلتقي فيها عدد من الشباب البحريني المتميز مع مجموعة من الشخصيات القيادية المؤثرة في المجتمع بهدف إيطاحة الفرصة للتعرف على تجاربهم والدروس المستفادة من خبراتهم في مختلف المجالات وخلال اللقاء استعرض وزير شؤون الشباب والرياضة أهم الوظائف التي تقوم بها الوزارة كونها أحد منصات اكتشاف وصقل المواهب ضمن الاختصاصات التي حددها دستور مملكة البحرين وبرنامج عمل الحكومة مؤكداً سعادته على اهتمام جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بالشباب البحريني الواعي والقادر على التعامل مع كافة التحديات ترجمة نانسي قنقر